الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية تفاقم أزمة الفراغ الرئاسي الممتدة منذ ثمانية أشهر وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام الذي يهدد لبنان ومواطنيه الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي تتمترس وراء خيارين هما رئيس طيار المردى سليمان فرنجية والوزير الأسبق جهاد أزعور دون اختراق ينتج تسوية تنهي الشغور الرئاسي الثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما يقفان وراء ترشيح فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية أما القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والطيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات مستقلة معارضة لحزب الله جميعهم يدعمون ترشيح الزعور علما بأن هناك آخرين لم يحسموا مواقفهم بعد الرابع عشر من يونيو الجاري هو الموعد المحدد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه برري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وذلك بعد اخفاق البرلمان في احدى عشرة جلسة سابقة خصصة لهذا الشأن ويفرض القانون اللبناني انتخاب الرئيس باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان في الدورة الاولى اي ستة وثمانون نائبا بينما يفرض حضور ثلثي البرلمان في الدورة الثانية التي تتيح انتخاب رئيس باكترية النصف زائد واحد اي خمسة وستون نائبا ويتخطى عدد النواب المؤيدين لانتخاب فرنجية ثلث اعضاء البرلمان اللبناني بالحد الادنى ما يعني فقدان الجلسة للنصاب القانوني في حال انسحابهم منها في الجولة الثانية او في حال عدم حضورهم الجلسة الاولى في المقابل يصل عدد مؤيد ازعور الى ما يفوق الستين صوتا محسوما حسب ما يقول معارض حزب الله وهو ما يزيد تشكك المراقبين في ان تنهي الجلسة المرتقبة معضلة الشغور الرئاسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونشكرك على قبول الدعوة ونبدأ معك اولا بالمرحلة الثانية بمبادرتكم للم الشمل في لبنان اذا جاز التعبير الى ما توصلتم في هذه المبادرة مساء الخير حسين بعتقد اللي بيسمع المقدمة تابعك بيعرف انك ضليع ومطلع والقناة طبعا وصفت الحالة بلبنان بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية بتوصيف دقيق خاصة شو بيقول الدستور والبرلمان كيف بيشتغل وعلى اي ارقام لازم يحصل المرشح الى اخره بالنسبة لللي انا عم قوم فيه حاليا انا صح اعلنت انه نحن بلشنا بالمرحلة الثانية وانا اللي عم بعمله والتواصل اللي عم بعمله مع كل الافريقاء هو لمد جسور مد جسور بين الافريقاء في لبنان المختلفين حتى الساعة على توحيد الجهد واختيار رئيس الجمهورية ممكن يحصل على العدد المطلوب وفق الدستور اللبناني ليصبح رئيس الجمهورية حتى اللحظة هذا الخلاف ما زال قائم ولا مرشح قادر يوصل على العدد المطلوب لينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالتالي الازمة ما زالت قائمة ولا حل الا بالتواصل والتفاهم ومد جسور وللأسف هذا الشيء ما كان قائم حاولوا البعض يصلوا على ترشيح تبني ترشيح اسماء نجح البعض في توحيد فريق معين على ترشيح اسم الوزير السابق جهاد أزعور والآخرين على تبني ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية ولكن بعد الخلاف قائم وما في إجماع أو توافق حول اسم ممكن يحصل عليه الرقم المطلوب يحصل على الرقم المطلوب ليسير رئيس الجمهورية ولأن التواصل غير قائم أنا كانت مبادرتي والحركة التي أطلقتها هي ما بعد أن نصل إلى جلسة انتخاب ما بيحصل فيها ولا مرشح على العدد المطلوب أنا مبادرتي كانت المرحلة التي تلي ذلك يعني ما بدي كنت أدخل بلعبة الأسماء لأنه هذا الخلاف قائم وصر له أكتر من ستة شهور كان بدي حط أنا الخطة به يعني من بعد ما نوصل على هذه الجلسة وما كان فيه توافق على اسم شو منعمل ما في عندنا بديل عن الحوار والتواصل مع كل الأفريقاء طيب إذا لازلتم المرحلة الأولى كان سقفة واطي جدا أنه يقبل الأفريقاء أنه نبدأ بطريقة أو بأخرى نتحاور مع بعضنا وهذا صار فيه توافق عليه نعم إذن سيد إلياس لازلتم تتواصلون مع الفرقاء اللبنانيين ولكن حتى هذه اللحظة كما تفضلت لم يتم التوافق على مرشح رئاسي معين ولكن السؤال الكبير في هذه المقابلة ما الذي يحول دون توافق اللبنانيين على رئيس لهم الاختلافات السياسية لبنان أنت عارف الأزمة السياسية في لبنان مشعبة ومعقدة يعني فيه عندنا أكثر من فريق فاعل يعني فيه بلدان بتشوف فيه مولاة ومعارضة أو فريقين سياسيين أو حزبين سياسيين وبيعملوا ائتلاف حولهما نحن عندنا في لبنان فيه تعدد أكتر وكلما يصير فيه تعدد كلما تزيد المشاكل وبالتالي الدستور اللي موجود عندنا في لبنان ويمكن البعض ما رح يعجبوا الكلام اللي رح قوله عندك أنا اليوم الدستور فيه ثغرات ويجب أن نصد هذه الثغرات لأنه الدستور بيسمح لمدة طويلة من الفراغ لأنه بيعطي النواب حقية التصويت أو الخروج من القاعة ما في شي بيقول على النائب أن يبقى داخل قاعة المجلس النيابي اللي ينتخب رئيس ما في شي بيقول هناك زمن لأي شي يعني حتى رئيس الجمهورية عندما ينتخب بده يدعي استشارات من النواب لحتى يكون السلطة يعني ليصير فيه رئيس حكومة ما في مدة زمانية عنده يا رئيس الجمهورية بيقعد سنتين ما بيدعي ما في شي بيقول لا لازم يدعي بفترة معينة ولما يكلف رئيس الحكومة ما عنده مدة زمانية لتشكيل حكومة ممكن يقعد سنة وسنتين وما يشكل حكومة هذه الثغارات يجب العمل عليها لحتى نسكرها في الدستور ولكن للأسف كمان تعديل الدستور بده 86 نائب في البرلمان وهذا الشيء لم يتوفر في الماضي ولكن بعد التجارب اللي ما رأنا فيها ولكن واضح وصريح معك أكتر بعد خروج الجيش السوري من لبنان صار فيه انكشاف يعني انكشف أكتر عمق الخلافات خاصة أنه صار كل فريق سياسي بده يعبر على طريقته بالماضي كان فيه الممثل السوري في لبنان يدور زوايا يجمع الأفريقاء ببعض الأحيان يفرض عليهم إلى آخره هذا الشيء ما عد متوفر بيّنت الثغارات الموجودة عندنا بالدستور ويجب العمل عليها لنخرج من الأزمة اللي نحن فيها نعم وللخروج من هذه الأزمة أزمة الشغور الرئاسي سيد إلياس هل تعاولون على أطراف إقليمية أو دولية؟ يعني فيك نحن مش معاولين على أطراف خارجية ولكن ما بخفيك أنه لبنان يوجد فيه تدخل خارجي بقراراته وبعض الأفريقاء السياسيين يتأثرون بدول خارجية مؤسف أنه أنا عم خبرك هذا الكلام ولكن هذا واقع في لبنان بس آخر شيء اليوم وصلنا لمحل عم نشوف أنه فيه جهد أكتر للتحرر من هكذا تدخل خارجي والأكتر من هيك والأفضل من هيك اللي بدي أقول لك أنه بلشنا حتى نلمص عن بعض الدول إن كان الإقليمية مثلا المملكة العربية السعودية ودول الخليج أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية بلشوا يتعاملوا مع لبنان بطريقة أنه أنتوا يجب عليكم حل مشكلتكم داخليا ما تنتظروا أنه يصير فيه ددخل خارجي وضغط خارجي لأنه كل بلد اليوم عنده مشاكله كل بلد معني بكيف بده يعمل ازدهار أكتر واختصاد أفضل ببلده ولبنان كان معول دائما أنه نحن لازم نكون محور الاهتمام طبع كل دول المنطقة وهذا الشيء لم يعد قائم بالتالي التشجيع الخارجي صار للاعتماد على النفس وعلى الذات في لبنان وهذا مفيد وجيد وموقف المملكة العربية السعودية بالطريقة اللي عن تتعاطفه مع ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان موقف سليم وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عم بيكون واقعي وكان موقفه مشجع للأفريقاء أنه حكوا مع بعضكم البعض اتفقوا بين بعضكم البعض لأنه أنتوا حسب على شو بتتفقوا وعلى أدائكم تتعاطى معكم دول الخليج أو دول الأخرى والمجتمع الدولي فالكرة هي في ملعبنا نحن اليوم بالنسبة للدور الأمريكي في أزمة الشغور الرئاسي في لبنان هل تكتفي الولايات المتحدة فقط بتشجيع اللبنانيين على إنهاء أزماتهم الداخلية؟ أليس هناك دور أمريكي من جانب واشنطن لبيروت في أزماتها الاقتصادية؟ وخاصة لدى المؤسسات الدولية صحيح مثل ما جواب بالشئ الأول الولايات المتحدة الأمريكية وأنا على تواصل مع صانعي القرار في الإدارة الأمريكية بعرف الموقف اللي بلغتك عنه قبل أنه موقف واضح وصريح لا رح يتدخلوا بتسمية أحد في لبنان ولكن بشجعوا على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى تكوين السلطة في لبنان وطبعا هني ساعدونا في ملف كتير أساسي ومهم وهو ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وهذه الترسيم اللي على أساسه رح يكون فيه استقرار أكتر على الحدود بين لبنان وبين الإسرائيليين لأنه كانت منطقة دائما متوترة هلأ صار فيه مصالح اقتصادية للبلدين البلدين صار عندهم اهتمام بأنه يكون فيه استقرار أكتر في هذه المنطقة طبعا كان فيه دور للإدارة الأمريكية مساعد كبير أنه لبنان قدر حصل على كل ما طلبه في ترسيم هذه الحدود البحرية بالتالي الوضع الاقتصادي تم في وعودات نعم من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في آخر اتصال مع رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشيل عون وقال له أنه نحن سنكون إلى جانب لبنان ونحن نشجع الاستثمار في لبنان والوضع الاقتصادي في لبنان ولكن كمان على اللبنانيين بالمقابل أنه ينتخبوا رئيس الجمهورية يكونوا حاليا سلطة جديدة وحكومة جديدة تتعاون مع المجتمع الدولي في الإصلاحات المطلوبة بموضوع الفساد بموضوع حكومة جاية تكون حقيقة جاية على لبنان لتعمل فرق في موضوع محاربة الفساد والشفافية والتعاون مع الـ IMF يعني مع صندوق النقط الدولي إلى آخره هذا الموضوع صار قرار لبناني والولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي مشجعة أنه لبنان يمشي في هذا الاتجاه أما في الوضع الثاني اللي بعدنا عم نناقش معهم ومن حوالي كم يوم رجعوا أكدوا لنا الاهتمام التوصل إلى اتفاق بين لبنان ومصر لاستجرار الغاز عبر الأردن سوريا ثم لبنان لإنتاج الكهرباء في لبنان هذا الملف في مساعدة لحد هلأ ما أعطت نتيجة ولكن بعد في وعد أنه عم يشتغلوا عليه الإدارة الأمريكية عبر صندوق عبر البنك الدولي طيب سيد إلياس تابعنا إصدار مذكرتين بمنع حاكم مصرف لبنان رياد سلامة من الصفر ما هي أسباب إصدار هتين المذكرتين برأيك؟ طبعا ملف حاكم مصرف لبنان ملف حساس جدا ولكن غريب لأنه ما في أي وضع شبيه بالعالم حاكم مصرف بلد يتعرض لدعاوى واتهامات من هذا النوع وبهذا الحجم ويبقى في منصبه أنا ناشد وسبق أنه كان فيه لجان مشتركة في المجلس النيابي وناقشنا الموضوع واطلعت في توصيات إلينا على حاكم مصرف لبنان أن يتنحى جانبا ويواجه القضاء لإدانته أو تبرئته ولكن بقاءه في مكانه هو إشكال كبير بالنسبة لإلينا في لبنان وطبعا مذكرات التوقيف ضافت على جدية هذا الملف وبعد نعم أول ولو بعد في عنده شهر أو شهرين يمكن على أقصى حد في منصبه كان من الأفضل أن يستقيل لأنه استقالته كانت مصلحة وطنية لبنانية للأسف هو لم يفعل ذلك وبالتالي هنا يأتي السؤال إذا كنتم قد طالبتم باستقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه والانتثال للقضاء لماذا لم يفعل ذلك؟ هل حصلتم على الأسباب؟ لا هو أنا تحليل حاليا بدي أقول لك هو بيعتبر يمكن أكثر من اللي صار معاه لا شيء هناك ليخسره ليخسره فبقى في منصبه لأنه ما عنده شيء يخسره ولكن الحكومة عاجزة عن إقالته حاليا بغياب رئيس جمهورية ولا حكومة فاعلة إلى آخره بالتالي كان الخيار الآخر هو إقالته بقرار من مجلس الوزراء ولكن الشغور أدى إلى أعطائه فرصة وهذه الفرصة استغل القانون أنه ما حدا بيقدر يقيله حاليا بالشكل اللي موجود هو فيه لأنه مثل ما قلت لك حكومة ما عنده الصلاحيات الكاملة ولو عندها أنا برأيي ليس هناك من قرار لديها سياسي لفعل ذلك لفعل ذلك طيب سيد إلياس نذهب إلى العلاقات اللبنانية الفرنسية نحن تابعنا مؤخرا أن الرئيس الفرنسي ماكرون غير مستشاريه للأزمة اللبنانية وقيل أن هؤلاء المستشارين هم أقرب إلى الرئيس الفرنسي ماكرون كيف تبعتم هذه الخطوة من جانب باريس طبعا نحن عنا تحليل كتير في العالم العربي ليش الفريق اللي كان قبل لمعينه الرئيس ماكرون مش قريب لأله ما هو معينهم كلهم يعني قريبين من الرئيس ماكرون ولكن هو عين إضافة إلى من هم مستلمين ملف الشرق الأوسط وزير الخارجية الأسبق عينوا في الملف اللبناني بالتحديد ولكن ضمن فريق العمل القائم هو لم يبدل فريق عمله مثل ما قاله صار في تعيين لوزير الخارجي الأسبق في منصب جديد نتمنى أن يكون ذلك دافع للعجلة بموضوع حل الأزمة اللبنانية ولكن مثل ما سبق أو قلت التدخل الخارجي ممكن يسهل ولكن ليس العامل الوحيد لحل هكذا إشكال طيب سيد إلياس باعتباركم رئيسا للجامعة الأمريكية في دبي منذ أسبوعين شاركتم في احتفالية كبيرة وحضرها عدد كبير من القيادات الإماراتية هل أطلعتنا الآن إلى أين وصلت العلاقات اللبنانية الإماراتية؟ بس للتوضيح أنا مش رئيس الجامعة الأمريكية في دبي أنا نائب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي كنت في هذا المنصب أشكرك للتصويد قبل ما إيجي على لبنان وما زال هناك منصب فخري لي في هذه الجامعة نعم شاركت في حفل تخرج في الإمارات ومنها المنطلق بدي إليك يمكن طريقة تعاطية وعملي واستقلاليتي وإذا بدك طريقة التواصل والحوار بين كل الأفريقاء هذا لمست وتعلمت من الإمارات من حكام الإمارات وطريقة انفتاح حكام الإمارات على كل الدول وعلى الاغتصاد اللامع الذي صار في دبي وأبوظبي والإمارات بشكل عام والإنجازات التي حققوها بشان هيك بطمح أنه إنقل كنت هذه الخبرة من الإمارات إلى لبنان ولكن للأسف عندنا المشاكل الداخلية هي الأزمة الأكبر أما بالنسبة للعلاقة بين لبنان والإمارات ما زالت العلاقة على مستوى الشعبين علاقة ممتازة محبة كبيرة واحترام من كل اللبنانيين للإمارات ولشعب الإمارات ولحكام الإمارات وطبعا هناك عجاب بطريقة إدارة الإمارات العربية المتحدة من إبل حكامها ومصلحة بلدهم هي فوق كل اعتبار ولكن على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية والوزراء أنا برأيي بانتظار تشكيل حكومة جديدة وبانتظار انتخاب رئيس جمهورية لأنه حاليا لا يوجد من هناك يجب أن يتواصل مع الإمارات بالماضي كان الخلاف قائم وكانت سوريا خارج جامعة الدول العربية وكانت الأزمة أكبر ولكن حاليا أنا أعرف أنه الاتجاه هو للم الشمل وعنده تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية الجديد المنتخب وحسب المواقف التي سيعلنوها الإمارات كما السعودية كما كل دول الخليج كما مصر وكما الأردن رح بيكونوا مرحبين بالتعاون مع لبنان ومع حكومة لبنان إذا عرفنا كيف ننتخب رئيس الجمهورية وأي حكومة سنشكل للانفتاح العربي قبل كل شيء نعم سيد إلياس في تصريحات سابقة لكم تفضلتم بأن الحكومة اللبنانية وحدها هي التي تفاوض صندوق النقد الدولي وأن من حق النواب أن يبدو آراءهم في القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي ما الرسالة التي كنتم تريدون إيصالها هنا؟ لأن صلاحية الحكومة هي التفاوض دور المجلس النيابي هو إقرار ومناقشة وتعديل القوانين التي ترسلها الحكومة إلى المجلس النيابي التي هي مرتبطة بإصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي لكن بغياب السلطة الكاملة يعني حكومة قائمة مش مستقيلة وغياب رئيس الجمهورية بدأ الموضوع ياخد وقت أطول فطبعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على اتصال مع المجلس النيابي مش بس في لبنان أينما ذهبوا ليعملوا في العالم لأن القوانين يجب أن تشرع داخل المجلس النيابي البعض اختلطت عنده الأمور أعتقد أنه ممكن يكون النواب موجودين في مكان معين على تواصل مع صندوق النقد أو البنك الدولي في زيارات إلى واشنطن أنهم يفاوضون باسم الدولة اللبنانية حبيت ذكر أنه نحن تواصل كنواب هو فقط لتسهيل وفهم أكثر ما هو المطلوب بالنسبة للقوانين التي نناقشها في المجلس النيابي وليس للتفاوض على الاتفاقيات التي هي صلاحية الحكومة حبيت بس أعطي رسالة لوضح وكانت رسالة للداخل اللبناني وليست إلى الخارج إذا هيك أفضل وأوضح إذا بدك جوابا على سؤالك خلال لقائق مع وفد صندوق النقد الدولي في واشنطن رفضت أي قانون يؤدي إلى شطب الودائع ما الحكمة من ذلك سيد إلياس؟ طبعا لا يمكن للمجلس النيابي في لبنان أن يصدر أي قانون يشطب ودائع المواطنين اللبنانيين يعني إذا أنت مواطن لبناني اشتغلت سنة خارج لبنان وعدت في أموالك إلى لبنان لتتقاعد ومعك مليون دولار على سبيل المثال من يحق له أن يأخذ هذه الأموال منك وأنت لم تعمل يوما في لبنان ولا بصرياتك طلعت من لبنان هلأ إذا في أي حد من الأشخاص اللي عندهم حسابات استفاد منها من هندسات مالية أو عملية فساد نعم ممكن أن تأخذها أو تشطبها أو تستعيدها بأي طريقة ولكن الإنسان المواطن العادي واللي تقاعد إن كان عميد في الجيش اللبناني أو مدرس في الجامعة اللبنانية أو حكيم في مستشفى ما اشتغل كل حياته وعنده معاش تقاعد أو عنده مبلغ معين حطه لحتى يتقاعد فيه من يسمع لمين مسموح أن يقشطوا هذه الأموال من هون كانت موضوع الصرخة إذا صندوق النقد الدولي عم يعول على شطب هذه الودائع هذا المجلس النيابي لن يصوت على هكذا القانون شكرا جزيلا لكم ضيفنا من العاصمة بيروت السيد إلياس بوصعب النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللبناني شكرا جزيلا مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل ضغوط دولية على لبنان لإنهاء أزماته فهل حدوث اختراق داخلي بات مرهونا بالخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة